الآية التاسعة والعشرون بعد البسملة من سورة الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة ما بث فيهما في السماوات والأرض والبث هو النشر النشر بنحو واسع فإن الله بث دوابا في الأرض وبث دوابا في السماوات قطعا كل مكان بحسبه الأرض بحسب سعتها والسماوات العظيمة بحسب سعتها ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما في الأرض وفي السماوات وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم الزيارة الجامعة الكبيرة حدثتنا في قوانينها إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا هو جمعهم هكذا نخاطب محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة إياب الخلق إليكم آل محمد صاحب الزمان إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم والإياب والحساب هو الجمع إذا أردنا أن نشرح عنوان الجمع هنا فإن تفصيله إلى إياب وإلى حساب هذا هو الجمع ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير إياب الخلق إليكم سادتي الخطاب يوجه لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وهذا المضمون ينطوي ينطوي تحت قانون آخر من قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم يا صاحب الزمان وذل كل شيء هذا هو مسار التعظيم أما مسار التقزيم فذلك مسار الضلالة والسفاهة إنها منظومة عقائد أصول الدين الخمسة هذا هو مسار التقزيم أما مسار التعظيم الدين له أصل واحد يا علي يا علي أنت أصل الدين في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالة يا علي رسول الله يقول لأمير المؤمنين يا علي يا علي أنت أصل الدين هذا هو مسار التعظيم وذاك هو مسار التقزيم هذا مسار شيعة الحجة ابن الحسن وذاك مسار شيعة الطفس شيعة الخوئ شيعة السستان وأنتم بين المسارين بين التعظيم والتقزيم والأمر راجع إليكم أعود إلى الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما في الأرض وفي السماوات وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير في الآية التاسعة والأربع بعد البسملة من سورة النحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون فالملائكة لا يقصدون بهذا العنوان بعنوان دواب بالسماء فلقد ذكروا إلى جانب الدواب بالسماء ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة والملائكة جاءت الكلمة مرفوعة لأنها عطفت ليس على الدابة وإنما عطفت على الفاعل للفعل يسجد ولله يسجد كل دواب بالسماوات والأرض والملائكة أيضا فما هم من دواب بالسماوات الآية واضحة واضحة جدا والتشكيل الإعرابي واضح جدا في هذه الدلالة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ونذهب إلى سورة الجاثية في الآيتين الثالثة والرابعة بعد البسملة إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون الحديث عن آيات الله في سماواته وأرضه إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون دواب السماوات ودواب الأرض الآيات واضحة وصريحة جدا هناك بث للدواب في الأرض وهناك بث للدواب في السماوات القرآن حدثنا عن شيء عجيب في سورة الذاريات في الآية السابعة والأربعين وكذلك في الآية التي بعدها بعد البسملة في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيد بأيد بأسباب والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون الأرض لا تتوسع هي هي لكن السماء تتوسع والسماء بنيناها بأيد وإناها لموسعون السماء في حالة توسع القرآن هو الذي يقول أنا لا أريد أن أقحم نظريات فيزياء الكون في هذه المطالب مثل ما قلت لكم العلم المعاصر ينظر إلى جهة وإلى جهة صحيحة بحسبه ولقد أثبت العلم المعاصر صحة ما اكتشفه بمعجزاته العلمية الهائلة التي واحدة منها هأني أتحدث في استوديو في جانب في مدينة لندن وها أنتم في كل الأمكنة تشاهدونني وتتابعون حديثي وكأنني أحدثكم وجها لوجه معجزة هذه أو ليست بمعجزة هذه معاجز العلم المعاصر إنها معاجز التكنولوجيا العلم المعاصر العلم المختبري الدنيوي الدنيوي الأكاديمي قولوا ما شئتم في وصفه وتسميته ناظر إلى الجهات التي ترتبط في المساحة التي يتحرك فيها وديننا معارف العترة الطاهرة لها ميدانها ولها جهاتها التي تتحرك فيها تلك المعارف أنا لا أريد أن أقحم نظريات العلم المعاصر وإن كان هناك من الإشارات أو من الدلائل في بعض الأحيان أن تلتقي نتائج العلم المعاصر مع ما بأيدينا من خلال فهمنا لما تحدثنا كلماتهم عن عمق معارفهم وثقافتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أريد أن أقحم النظريات العلمية المعاصرة ليس هناك من اتفاق قطعي كامل عليها وحتى لو كان هناك من اتفاق التطور العلمي والتغير في النظريات العلمية هو أمر قائم ومستمر وواقع طبيعي في دوائر البحث العلمي على أي حال نحن مع هذه الآيات والسماء بنيناها بأيد هناك أسباب هناك وسائل هناك قوانين هناك سنن تحكم هذا الكون بأيد الإشارة إلى كل ذلك إلى الوسائل والأسباب والقوانين والسنن والسماء بنيناها بأيد وإنا وإنا لموسعون هناك تأكيد وإنا وإنا في أصلها وإنا ولكن لتأكيد المعنى تمتزج الكلمتان وإننا وإنا لموسعون وهذه لام توكيدية وإنا لموسعون الموسع اسم فاعل والفاعل فيه دلالة على الحال والاستقبال صيغة الفاعل اسم الفاعل فيه دلالة على تحقق الحدث تحقق الفعل في حاضر الأمر وهو مستمر يتوصل استمراره إلى قادم الوقت حركة من الحال إلى الاستقبال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون هناك تأكيد تأكيد بلام التوكيد وتأكيد بممازجة إن التي التي هي للتأكيد مع الضمير والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وصيغته الفاعل تدل على استمرار الفعل من الحضور إلى ما يستقبل من الوقت كل هذا يعني أن السماء في هذه اللحظة كما في اللحظات السابقة في حال توسع لأجل تقريب المعنى لا لإقحام نظرية الانفجار العظيم ولا لإقحام نظرية التضخم العظيم التوسع العظيم نظرية الانفجار العظيم الانفجار الكبير تكاد في وقتنا الراهن أن تتسيد على كل نظريات الفيزياء الكونية أكثر من تسعين بالمئة بل ربما أكثر من خمسة وتسعين بالمئة أكثر من خمسة وتسعين بالمئة وبكثير أيضا من علماء الكرة الأرضية في فيزياء الكون وفي الرياضيات وفي الكيمياء وفي مختلف الاختصاصات يتبنون هذه النظرية يعتقدون بها حتى صارت من المسلمات عندهم من أن بداية الكون من لحظة الانفجار إنه انفجار بيضة الكون وبيضة الكون نقطة في غاية الصغر بحيث لا نستطيع أن نتصور صغرها هكذا هم يقولون وفي غاية الكثافة بحيث لا نستطيع أن نتصور مقدار كثافتها غاية في الصغر وغاية في الكثافة وانفجرت وهذا الانفجار لازال مستمرا استمرار وآثار الانفجار هي التي تؤدي إلى توسع الكون فالكون كله كان موجودا في تلك البيضة في بيضة الكون في تلك البيضة التي هي في غاية الصغر بحيث لا نستطيع أن نتخيل مقدار صغرها وفي غاية الكثافة والصلابة والصلادة بنحو لا نستطيع أن نتصور عظمة مقدار كثافتها وصلابتها وصلادتها وحدث الانفجار وبعد الانفجار تحقق الكون ولا زال أثر الانفجار ساريا النظرية هكذا تقول من أن أثر الانفجار إذا انتهى فإن الكون سيبدأ بالانكماش The Big Bang الانفجار الكبير The Big Crunch الانكماش الكبير مثل ما قلت لكم أنا لا أريد أن أقحم النظريات العلمية المعاصرة في مضامين وفحاوى معارف أهل البيت فتلك النظريات لها مساحتها ومعارف أهل البيت لها اتجاهاتها حتى لو كان هناك من نقاط تلاق فهذا لا يعني أن الأحاديث الشريفة تتفق في أبعادها العميقة التي ترتبط بعوالم الغيب الذي لا طريقة للعلوم الأكاديمية إليه العلوم الأكاديمية علوم تعتمد على الحس تعتمد على الملاحظة وعلى المعاينة وتعتمد على المراقبة وعلى التجارب فجزء من معلومات العلوم الأكاديمية يستخرجونه من تجاربهم في المختبرات علماء هذه العلوم يصلون إلى الحقائق العلمية بالنسبة لهم من خلال التجارب المتكررة ومن خلال دراستها ومن خلال التحقيق في أحوالها وفي النتائج التي تظهر وفي الآثار التي تترتب على ذلك يصلون إلى الحقائق العلمية من خلال ما يتمكنون من تجربته في مختبراتهم فإن لم يستطيع حينما يريدون دراسة البحار مثلا حينما يريدون دراسة البراكين مثلا وهكذا حينما يريدون دراسة الفضاء مثلا فهنا يلجأون إلى المراقبة الحسية وإلى المعاينة عبر الأجهزة المساعدة وعبر حواسهم ما يستطيعون أن يجلبوه إلى المختبر فإنهم يجلبونه وما لا يستطيعون أن يجلبوه إلى المختبر فإنهم يذهبون باتجاهه تطور العلم في زماننا ووصلنا إلى مرحلة النمذجة الألكترونية بإمكان العلماء الآن عبر أجهزة الكمبيوتر العملاقة وعبر البرمجيات الدقيقة والدقيقة جدا بإمكانهم أن ينمذج الكون نمذجة الألكترونية لهذا السبب فإن أكثر العلماء خصوصا في فيزياء الكون وفي كيمياء الكون فإن أكثر العلماء بنحو يكادون أن يجمعوا يكادون ما قلت أنهم قد أجمعوا وإنما استعملت في التعبير فعل المقاربة يكادون أن يجمعوا على قبول النظرية الانفجار العظيم الذي يدفعهم إلى هذا ما تلمسوه من كيمياء الكون فالكون يتألم في أعظمه في أعظمه من عنصر الهايدروجي ومن بعده يأتي الهيليو وتأتي عناصر أخرى أفضل نظرية لحد الآن تفسر كيمياء الكون هي هذه النظرية نظرية الانفجار العظيم هذا الموضوع بحاجة إلى متخصصين فضلا عن أن البرنامج لا علاقة له بتفاصيل هذه الموضوعات لكنني من باب المعلومات العامة جئت بهذا المطلب مثالا لتقريب فكرة التوسع في السماء فأنا لا أريد أن أفسر الآية بتفسير نظرية الانفجار العظيم وبتفسير نظرية التوسع العظيم التضخم العظيم لا أريد أن أدخل في هذا الباب فهذا سيجرني إلى الكثير من المطالب وإلى الكثير من الحديث الذي لا يرتبط بهذه الحلقات يمكن أن يطرح في مجال آخر والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون هناك توسع في السماء إذا جمعنا هذا مع الآيات السابقة التي تتحدث عن بث الدواب في السماوات هذا يعني أن السماء كلما تتوسع كلما ازداد بث الدواب فيها بحسب الآيات المتقدمة اجمعوا بين هذه الآيات فإن المعنى سيكون واضحا يخبرنا هذا بكثرة المخلوقات في هذا الكون ومر الحديث عن دواب السماوات من أن الأعمى الأغلب منها من الدواب العاقلة من خلال حركة مصطلح الدابة في آيات الكتاب الكريم لهذا السبب أنا طرحت مصطلح الدابة الكائن الذي له دبيب وحاولت أن أستعرض جهات من حركة هذا المصطلح ما بين آيات الكتاب الكريم رابط بينما أتحدث عنه الآن وما تقدم الحديث عنه في الحلقة الماضية والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بينما حينما كان الحديث عن الأرض والأرض فرشناها فنعم الماهدون لا يوجد توسع في الأرض والأرض فرشناها وانتهى الأمر انتهى أمر فرشها والأرض فرشناها وانتهى الكلام فنعم الماهدون إننا فرشناها ومهدناها لعيشكم ولحياتكم لدواب الأرض لدواب الأرض في برها وفي بحرها فمر علينا هذا العنوان الدواب في جهة من جهاته يطلق على الأناسي على البشر وعلى الحيوانات البرية الأهلية منها والوحشية وعلى الحيوانات البحرية بشكل عام وعلى الطيور بصنفيها الطيور التي لا تطير وطيور التي تطير بأجنحتها كل هذا مر علينا في الحلقة الماضية فالأرض قد فرشت وتم فرشها وليس هناك من توسع فيها بينما السماء هي في حالة توسع مستمر بحسب نظرية التضخم الكوني التوسع لا يحدث في المجرة وإنما يحدث خارج المجرة فمن الرصد لمجرة درب التبانة مثلا وهي مجرتنا بحسب ما يقوله علماء الفضاء مجرتنا هي مجرة درب التبانة والأرض تقع في حاشية ذراع من أذرعتها مجرتنا مجرة حلزونية لها أذرعة هذا هو المظهر الشكل الذي تظهر عليه مجرة درب التبانة التوسع لا يحدث في المجرة وإنما يحدث التوسع بتكون مجرات جديدة فهناك في كوننا عدد هائل من المجرات التوسع الكوني بحسب نظرية الانفجار الكبير وما يتفرع عليها من نظرية التضخم الكبير فإن التوسع لا يحدث في المجرة نفسها وإنما يحدث التوسع خارج المجرة مجرتنا فيها أعداد هائلة هائلة وهائلة من الكواكب والنجوم من الأجرام السماوية وهكذا الحال في المجرات الأخرى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ربما يسأل سائل ما المراد من هذا العنوان درب درب التبان مجرة درب التبان الدرب هو الطريق وأما التبانة فهم الذين يحملون التبن يقال لهم التبان التبانة هم الذين يحملون التبن من الحقول بعد أن يحصد الحاصل حقول الحنطة والشعير بعد أن تحصد السنابل وبعد أن تداسى تلك السنابل لتنقية الحبوب مما يلحق بها من التبن وهو ما تيبس من السنابل بعد أن تفصل الحبوب عنها فما بقي يقال له التبن وهذا التبن له منافع وأغراط كأن يكون علفا للحيوانات مثلا ويستعمل في العديد من الأغراط القرويون في البيوت الطينية يستعملونه في تقوية البناء في تقوية الطين الذي يستعملونه في بناء بيوتهم مثلا فأصحاب الحقول والمزارع بعد أن ينق الحبوب يجمع هذا التبن ويحملونه على ظهور حيواناتهم عادة يحملونه في شباك فحينما تتحرك الحيوانات يتناثر التبن من تلك الشباك على طول الطريق الذي يتتبع درب التبانة هؤلاء وهم الذين ينقلون التبن من الحقول يجد أن هذا التبن موجودا على طول الطريق في بعض الأماكن يكون كثيرا منتشرا وفي بعض الأماكن يكون قليلا كأنه خيط رفيع دقيق حينما يرصد الفلكيون مجرتنا فإنهم يلاحظون هذه الأشكال من هنا سميت بدرب التبانة فالتبانة هم الذين يحملون التبن من الحقول إلى بيوت القرية مثلا إلى مخازن خزن ذلك التبن فقيل لها درب التبانة وإلا فهي في اللغات الأخرى يصطلح عليها اصطلاحات أخرى في لغة الإنجليزية مثلا ذا ملكيوي الطريق الحليبي لأنهم يشبهون ما يرصدونه بهذا التشبيه وهذا التشبيه مأخوذ من أساطير المثالوجيا الإغريقية لا مجال للحديث في مثل هذه الموضوعات فدرب التبانة هو هذا هذه مجرتنا نحن في ذراع من أذرعته دروب التبن هذه نحن أتحدث عن كرتنا الأرضية نحن في ذراع في درب من دروب التبانة هذه على الحاشية وليس في المركز وليس في الوسط هكذا رصدت مراصد الفلك وهكذا تقول هندسة الفضاء وهكذا يقول المختصون في فيزياء الكون إذن نحن في الحاشية وعجب هذا التوسع في السماء ونحن ثابتون على فراشنا والأرض فرشناها فنعم الماهدون أما السماء فإن القرآن يقول وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم فأنتم حجة الله في السماوات والأرض هذا وإلى فرس موسيقى